موسيقى مشهورنا الصباحي بلاش معكم وكالعدي ضيوفنا من مجالات مختلفة اكيد دا يا رشا بداية اسبوع جديدة ونهار جديدة ان شاء الله يارب يحملكون كل الخير والصحة والرزاق وراحة البال ومثل العادة ساعة ونصف من الوقت نترافق معكم بالعديد من الفقرات والتقارير بمحافظات السورية يارب تكونوا بخير ويمكن يحملكون كل شي بتتمنوا خلونا نطلع فاصل ومنبلش واولى فقراتنا راح نروح في اللا نحكي فيها عن الاكتئاب الموسمي كيفك انت والخريف؟ تمام بس هلأ صدمت بمعلومة قال انه هاد الاكتئاب ممكن يستمر معنا لنهاية الشتوية فيه عصب تحب الخريف وتحب الشتي يعني حسب نفسية كل حد فينا ولكن من المعروف انه الاكتئاب الخليل الفصولي بيبلش ببداية فصل الخريفة وبيستمر كل الشتي لنبلش الربيع بنفسية وطاقة ايجابية جميلة وبعرفه انا بقول حسب كل نفسية كل شخص فينا تمام يا رشو يمكن بهي الفترة تحديدان بتلاقي كتير من الاشخاص قاعدين زعلانين مزوجين مكتئبين ما بيعرفوا شو السبب السبب هون الموضوع اللي راح نحكي عنه اليوم ما يسمى بالاكتئاب الموسمي اللي ممكن يأثر بشكل كتير كبير على الشخص وعلى حياته العملية اكيد تفاصيل كتير مهمة راح يخبرنا عنهم ضفنا اللي سار معنا ضو من الاستوديو الدكتور سمير هادي صباح الخير صباح الخير للوردي الاسمي يا سيد صباحك دكتور سمير اهلا سهلا بحضرتك عم نحكي عن الاكتئاب الموسمي واليوم فيه ناس كتير بتعاني من هاي القصة وفيه ناس هي بتحسة ان هي طا انا عطيت هاي اطاقة لشخص تاني لحتى يشعر فيها قد مضمئ القصة يعني فخلينا نتعرف من خلالك عن هاي الفكرة بالبداية خلينا نعرف شو يعني اكتئاب موسمي هي حالة مزاجية معينة ممكن تكون او تستمر مع الشخص اما خلال فترة الشتاء او خلال فترة الصيف هي الفكرة بتبدل الاجواء تغيير بروتين الحياة تغيير بالنظام الحياتي بشكل عام وممكن يكون احد الاسباب هو تغييرات هرمونية مثل هرمون السيروتونين اللي هو مسؤول عن السعادة ممكن يصير في انخفاض بهذا الهرمون بالتالي بيصير في تبدل بالمزاج وبيحصل هذا النوع من الاكتئاب اللي هو غالبا بيكون خلال فترة الخريف والشتاء يعني النسبة الغالبية لخلال فترة الخريف والشتاء لهيك منشوف ببعض الاحيان انه في اشخاص شتويين بيحبوا اجواء الشتاء لانه الاكتئاب عندهم بيكون خلال فترة الصيف وفي اشخاص بالعكس ان الاشخاص الصيفيين بيحبوا اجواء الصيف لانه انه بيتعرضوا لهذا النوع من الاكتئاب خلال فترة الخريف والشتاء تماما دكتور خلينا نحكي اكتر شوي الاعراض او العلامات او الدلالات أو الإشارات اللي ممكن تظهر عند الشخص اليوم ويعرف أنه عنده هذا الاكتئاب الموسمي هل هو أنه خلص على طول زعلانه متضايق أو ممكن تكون ببعض الأوقات أعراضه صامتة الشخص هو ما يعرف أنه عنده هذا الاكتئاب تماماً نحن بس عرفنا العوارض سهلة علينا الموضوع أهم العوارض أنه بيكون في نوع من العزة الاجتماعية نحن عم نحكي أنه هو الأكثر شيوعاً خلال فصل الخريف وفصل الشتاء وبالتالي بيصير فيه نوع من انخفاض التفاعلات الاجتماعية ما بيعود فيه زيارات مثل أول وعلاقات مثل قبل مثل ما بمفكرها لفترة الصيف فبصير فيه نوع من العزلة الكنكنة مثل ما منقول عنا بالشتاء وبالبرد اتنين هو موضوع الضوء الطبيعي ضوء الشمس لما بينخفض هذا ضوء الشمس وبتصير المعدلات أقل فهذا بيأثر على الدماغ وبالتالي بصير الشخص عنده نوع من المزاجية الصعبة تبدلات بالمزاج ومعنه مرتاح حاسس حاله ومعنه طبيعي طبعا نحن في حالة من الحالات اذا كان هذا النوع من الاكتئاب بشكل مبالغ فيه بشكل مرتفع فنحن منصح بالتوجه لأحد الأقصائيين ليقيم الحالة لكن اذا كان ضمن المستويات المعقولة مثل ما حكينا سبب انخفاض بضوء الشمس العزلة الاجتماعية تغييرات بالنظام الحياتي اليومي لأنه أوقات النوم بتختلف لأنه للنهار بصير أقصر للليل بصير أطول فيه كتير أسباب وكتير عوارد بمسى الشخص نفسه بيعرف انه عنده اكتئاب موسمي صحيح دكتور سمير رح يعاني كتير من نشوف الشخص المكتئب فيه خلال بالوزن عنده بصير فرط بالوزن بيقلك انا عم فيش اهري بالاكل انا ما عندي شي اعملو يابنام ياباكل قدي إلى علاقة هاي القصة بالاكتئاب الموسمي واليوم شو هي أهم الأنظمة الغذائية الخاطئة الينا نحن من التبع يعني كونوعة من كان كان معقول ان كان كان كل الشكيئة والخريف على الأكل يعني هلأ هو عاد أغلب الأمور الخاطئة الي ممكن نتبعها انه نحن لما مندخل بالفصول الباردة الأجواء الباردة من الخريف والشتاء وقعدنا بالبيت فبتصير فشة الخلق هي الأكل وموجودات البيت بطريقة خاطئة ما بيعود في اتباع نظام صحي مناسب منلاحظ انه بعض الأشخاص ازهنن خلال الصيفية بيكونوا معتادين على أجواء الجين فبيبطلوا يروحوا وبأجدوا بيقولوا الدنيا برد ازهنن معتادين على المشي والرياضات بالطبيعة كمان بالأجواء الباردة منلاحظ بانهن خففوا او بطروا يروحوا منلاحظ وجودهم بالبيت وتناولهم للمأكلات بشكل عشوائي تماما الحلويات والأمور الغير صحية المأكولات الدسمية هذا كله يساعد على اختلال بالوزن بصير في مرحلة انزيادة الوزن الغير مبررة طيب سؤال اليوم من عندهم أكتر الأشخاص يلي ممكن يتعرضوا للاكتئاب الموسمي انا بكررشيتي كثير دائما في أنواع من الشخصيات وأنواع من الناس ما نلاحظ بأنه فيه أشخاص حساسيون جدا ممكن إذا بمروا يومين التقص فيهم يمرضوا يتكركبوا مع هاليومين اللي مروا فقط فهدولي أشخاص حساسين جدا في أعمار معينة مسألة ممكن فعلا هي تتعرض لا أعتقد أن العمر له علاقة أحيانا منشوف فئة المراهقين أحيانا منشوف فئة الأشخاص الكبار بالعمر لا ما أعتقد أن العمر له علاقة تماما لأنه لكل إنسان شخصية معينة حيانا في أشخاص ما بتأثر فيها هاي العوامل موجودين بحياتنا ونحن منشوفهم أنه بالبرد طاقتهم عالية وبيطلعوا بيشتغلوا من الصبح للمساء بشكل اعتيادي بيشوب نفس الشي بيطلعوا بشكل اعتيادي ما كتير بيتأثروا بهاي التفاصيل لكن كل ما كان الشخص حساس أكتر كل ما كان الشخص تماما بيتأثر بشكل أكتر طيب اليوم مثل ما قلنا الدكتور أنه نحن في أطعمة وخاصة السكريات نروح عليها بهذا الموسم فرشة خلق على أساس يعني ولكن بالمقابل أيضا في أكلات أطعمة ممكن تعملنا توازن بأجسامنا تخفف من الاكتئاب عند الأشخاص اللي عندهم حساسية تجاه الفصول شو هي أهم الأطعمة اللي نحن مفروض نعتمد عليها بهذا الفصل؟ صحيح بالمناسبة كتير في مزيج ما بين الأطعمة والنوع الأكل اللي بناكله وبين الحالة النفسية كتير بيكون فيه ترابط مهم فضولي نحن نعرف شو نوع الأطعمة أو شو أهم الأطعمة اللي بترفع عنا معدلات السيروتونين وبالتالي بتعدل المزاج من أهم هاي الأطعمة هي كافة أنواع الخضروات والفواكه الطبيعية بالإضافة للأسماك المكسرات جدا هامة المواد أو الأنواع الغنية بالكربوهيدرات مثل الشوفان مثل الدراء هاي الأمور كمان جدا بترفع من مستوى السيروتونين الشوكولات داكنة كمان كتير مفيدة الموز التوت هاي الأغذية كلياتها بترفع من معدلات السيروتونين هلا نحن ليش بهمنا نرفع من معدل هذا الهرمون لأن الحال المزاجية بتكون أفضل وبالتالي أنا بكون عم أضبط حالة الاكتئاب عندي وتخلص منها بالإضافة حكينا عن الجانب الغذائي كمان الرياضات البدنية مهمة جدا نحن خلال فترة الخريف والشتة بصير في عنا نوع من الخمول والكسل نحن ما نستسلم لهذا الخمول نحاول نمارس أي نوع من أنواع الرياضات إن كان داخل المنزل أو خارج المنزل أقلها المشي بحيث أن يكون فيه حركة بدنية وحرق سعرات وبالتالي يعني تعديل بالمزاج العام ورفع مستوى هرمونات السعادة اليوم يمكن فيه كثير أشخاص مصابين بهذا الاكتئاب نسبة كبيرة ولكن ما بيعرفوا أنه هنو نفعله مصابين بهذا الاكتئاب كيف يمكن أن نشخص هذا الاكتئاب اليوم؟ اليوم فينا شخصه عن طريق عدة عوارض لما بيكون هذا الشخص حالته الطبيعية كل العام لكن لما بتمرؤ هذه الفترة فترة الدخول بمراحل الخريف بيبدأ يحس بمزاج متقلب غير مبرر نحن دائماً لازم نفرق ما بين لما يتقلب مزاجي بسبب مشكلة معينة أو لما بيصير فيه تغيير مزاج بدون أي سبب فقط أنا مالي مرتاح فقط حاسس حالي معك بالإضافة لبعض الخطوات اللي حكينا عنها قبل شوية الميول للعزدة الميول للإبتعاد عن الناس الكنكنة هو ما عم متعرض للطاقة الكافية من نور الشمس هاي التفاصيل كلياته بتعطينا انطباع كافي أن هذا الشخص عنده نوع من الاكتئاب الموسمي وبرجع أبذكر هون عم نحكي عن الحالة الطبيعية الاعتيادية لأغلب الناس عندهم إياها لكن إذا كان لا الموضوع في مبالغة يعني الشخص خلاص قاعد بالبيت ما بدي يشوف حدا ما بدي يروح ما بدي يشتغل عطل حياته بالكامل لأنه نحن عم نحكي عن نوع عم نوع آخر من الاكتئاب ويجب عليه استشارة مختصة هذول الأشخاص اللي هنن أكثر عرضة لهذا الاكتئاب وعندهم درجة حساسية خلينا نقول زايدة جدا وممكن جاءوا لي الأطباء أن الطبيب النفسي هل اليوم ممكن يكون الأدوية هي علاج لهذا الاكتئاب؟ الأدوية هي دائما آخر حل وبالمناسبة موضوع الاكتئاب اليوم أغلب الناس بتفكر أي تقلب بالمزاج في معناها اكتئاب لا ممكن يكون في مشاكل تانية نفسية غير الاكتئاب تتشابغ أعراضها يعني مثلا اضطراب الشخصية الحدية مثل نوع من أنواع الوسواس القهري حتى الاكتئاب في اكتئاب مزمن اكتئاب حاد اكتئاب يكون ببدايته ففي كثير من النقاط اللي بيجهلها أغلب الناس الناس بتعتقد فقط أنه أنا خلص ماني مبسوط معناها أنا عندي اكتئاب لهيك نحن منقول يلجأ للمختصة المختصة بيعرف كثير منيح يقيم الحالة يعرف شو اللي عم نصير مع الشخص مثل ما حكينا اللجوء للأدوية هو آخر شيء بس هيكثير أطبائي بيعطوا الأدوية أول حل هلأ ممكن حسب رأي الطبيب بالنهاية وحسب تقييم الحالة مثل ما حكينا لكن نحن دائما ننصح بأنه نبلش بالأمور الطبيعية ننصح بالرياضة مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي الأذنية الطبيعية تقرب من الطبيعة التغيير بروتين الحياة يعني مثلا لازم يكون في ساعات من النوم كافية ليلا نشرب كميات منيحة من المي الابتعاد عن الأشخاص السلبيين بمحيطنا هاي التفاصيل كلياتها بتساعدنا من التخلص من الاكتئاب لكن إذا كان بمراحل متقدمة وهذا ممكن المختص يلجأ للدواء بلقاءاتنا السابقة معك كنا نحكي عن الطاقة السلبية وقده هي اليوم ممكن تنتشر على الأشخاص اللي حوالان الشخص ممكن تأثر بشكل كتير كبير وتعاديهم اليوم بنفس القصة اليوم نحن عم نحكي عن الاكتئاب الموسمي اليوم قده ممكن ينتشر وينتقل من شخص ثلاث تاني إن كان ضمن البيت أو ضمن الرفع أو أي شيء ممكن يعدي الأشخاص وينشر فعلا طاقة سلبية بالمكان بضبط لأنه بالنهاية جسم الإنسان هو مثل الإسفنج يمتص الطاقات المحيطة لهيك ما نشوف إنه الشخص الإيجابي لما بيكون بمكان بينشر الإيجابية والشخص السلبي ممكن يدخل لمكان معجبه شيء بالحياة فممكن ينقل هيلة عدوى وهذا اللي عم نحكي عنه نحن لما بيكون الشخص مكتئب خلاص في عنده يأس في عنده أحباط فممكن تواجده بين أشخاص ضمن عيلته فرضان أسرته أو أصدقائه ممكن ينقل هيلة عدوى لهيك دائما نحن بننصح إنه ما ناخد بكلام هدول الناس السلبيين ما نحط هذا الكلام ببالنا ونتأثر فيه نحاول نحن نأثر فيهم بإيجابيتنا بتفاولنا بطريقة تفكيرنا وطريقة تعاملنا مع الأمور اليوم أبسط حل خلينا نقول لتقلصوا من الأمور السلبية والأشخاص السلبيين الموجودين بمحيطنا إنه نحن نحط حالنا خارج المشكلة نفسها ونفكر بعقلانية وحكمة وهدوء نتروى ناخد وقتنا وننظر للموضوع من الخارج بالتالي هذا بسهل علينا نخلصه من الحالة اللي هو فيها نقدمه النصيحة المناسبة وما نتأثر بطاقة السلبية اللي هو عم يتمتع فيها أصلا في ناس كتير ما بيعني لفصل الخريف ولا فصل الشتي يعني مرور الكرام صحيح وبتبلش البسطات تبعا رجع أيلور ووراء الأصفر تحس انه انت رازم تروح بهي الموجودة وتعرف ليش الوراء الأصفر وتحس بي خريف عمرك تماما العقل الباطن إلودور كريبه في هذا الموضوع ولكن اليوم الأهل وقتل أحد الأشخاص الأبوين بيكون عنده هاي الحالة إلى تأثير جدا سلبي على الأطفال في البيت والأطفال اليوم يمكن يمروا بهي الأصفر ونحن ما ننتبه يعني اليوم شو تأثيره السلبي على الأطفال في البيت حلق إذا كان الشخص متما تفضلتي وحكيتي رب الأسرة هو اللي عم يعاني من هذا الموضوع هو لازم يتخذ النصائح اللي حكينا فيها حتى ما تستمر معه هاي الحالة طول فترة الخريف والشتاء إحنا بهمنا ما يستمر بفترة الاكتئاب الموسمي أربعة شهور وخمسة شهور ويظل هو مانو مرتاح ولله مريح الأشخاص المحيطين فيه كعائلة وأسرة وأصدقاءه بالعمل لأنه مو بس ببيته حتى ممكن بعمل ويأثر على الآخرين حسنا دول أطفال يتعودوا أنه نحن لازم نكتئب بكل المواسم يعني ممكن الطفل كتير يتأثر من والدي لكن كتير مهم يكون في وعي عند الوالدين وما يزرع بعقل الطفل هذا الموضوع لا يخرجوا برات المنزل يخليه قريب من الطبيعة مثل ما حكينا يخليه كل الأمور مثل ما حكينا بتفيده صحياً بترفع من مستوى هرمونات السعادة يعطل عنده أي شيء له علاقة بالفراغ الفراغ ممكن يكون مساعد كمان لموضوع الاكتئاب فيعطل من أمور الفراغ دائماً يكون يومه معبه نومه ليلاً كتير مهم النوم ليلاً يكون كافي هاي الأمور كلياتاً بتكون جيدة وبتخلي هذا الطفل ما يدخل بمعمعة التغيرات الفصلية والاكتئاب الموسمي أكيداً بالختام موضوع كتير مهم ونصائح مهمة من حضرتك كنت معنا اليوم دكتور سمير هادية شكراً إليك وروجتك معنا اليوم وأنا بتشكركم يعطيكم ألف ألف عافية يا رب الله يعافي قلبك دكتور ودائماً نحن نقول السعادة من الداخل صحيح نحن نكون مرتاحين من الجوة ما فيه ولا فصل بالحياة كل ما سيأثر علينا شكراً لحضورك دكتور لليوم شكراً أما هلأ نحن هايدي مكملين وحنروح لتاني فقاراتنا ومثل ما تعودنا أول أسبوعنا نروح للمتنبئ الجوي حسان الجردي بلشنا نحس بتقلبات الأجواء وبلش درجات الحرارة يصير فيها انخفاض بشكل مفاجئ خلونا نعرف أكثر كيف هيكمل معنا تقصنا خلال هاد الأسبوع بدي أولي سعد صباحك أستاذ حسان صباح الخير سيد صباحك يهلا يسعد صباحك أستاذ حسان صباح الخيرات يسعد صباحك أستاذ خبرنا كيف عم تكون أحوال التقص ودرجات الحرارة بمحافظاتنا السورية خصوصاً أنه بهي الفترة عم نلاحظ في انخفاض كبير بدرجات الحرارة تعودنا دايماً معك نعرف كيف عم تكون الأجواء بشكل عام خلال هيدا الأسبوع شكراً معينيك صباحاً خيراً نزيد إليك لزميزك لطريق العمل الإخبارية السورية ألا قبل ما نحكي عن أخوال زوية خلينا نتوهم من المصور المصيحة أنه اليوم هو موعد العديد على السوري فاليوم ستكون الشمس عملياً واسعةاً على خط الإفتواء اليوم ستتاوي ساعات الليل وساعات النهار سيكون عدد ساعات مهد ستاوي تماماً لعادة ساعات الليل ستشرق الشمس خلال هيدا الهيدا الوصل لأنها ستكون تحدد الجهات بطريقة دقيقة جداً لجهة الشرق تماماً وبكرة راح يكون أول أيام فصل الخريص لهذا الموسم المطري العام ٢٠٤ ٢٢٤ ٢٢٥ وبشكل عام يعني قبل ما يبلف الخريص ستاعت الأسواق خريصية معتدلة إلى خريصية عادية بأغلب المناطق مع غطولات مطرية نتيجة تأثرنا بكثة هوائية معتدلة ورقبة أثرت على منطقة شرق المتوسط وأدت غطولات مطرية طبعاً اقتراب فصل الخريص ندخل فصل الخريص واعتبار بكرة أول أيام فصل الخريص تبقى الأجواء الخريصية المعتدلة هي سيدة الموقف وخلال النهار أما لن تكون أجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية مع حرارات عم تكون أقل من المعدل بأغلب المناطق واستمرار الهبات الرياحة النشطة على فترات خاصة بالمناطق الوسطى والهنوبية والمرتفعات الساحلية مع حرارات أدنى من معدلاتها وفرص لهطولات مطرية فتبار كأسفية الساحل وأجزاء من الأجمال الغربي أما بالنسبة لحالة التقص خلال 24 ساعة القادمة وفقرة على هذه الأسبوع البلاد بشكل عام تبقى تحت تأثير انتداد منخفض الموصن الهند الصدخي المترافق بتيارات غربية معتدلة ورطبة لطبقات الجو العليا بشكل عام تستمر الأجواء غائمة جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة آلهات الزخات من المطر تكون مصهوبة للرعد وغزيرة ببعض الأحيان لأماكن متفرقة من البلاد أفضلية حدوث هذه الزخات تكون بمناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والجزيرة كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية لليوم والإنهار بكرة والأجواء تبقى أجواء خريفية مؤتدلة بأغلب المناطق خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة عالية بالأجزاء الغربية لنها البلاد واحتمال تثقل وبعض خلال ساعات الصباح الباكر بالمنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الشمالية الرياحة غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمؤتدلة مع هباك عم تتجاوز سرعة الهباك ببعض الأحيان 55 كم بساعة خاصة بالمناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الداخلية كثير قبار بالمناطق الداخلية وتكون الأجواء سليمية بقبارها بالمناطق الشرطية والبادية أما البحر عم يكون خاتف إلى مطاوسط ارتفاع الموس يمكن نتجاوز ارتفاع الموس ببعض الأحيان الواحد متر هذه الأجواء تستمر معنا لليوم ونالهار بكرا وفرصة الهطون المطري بتكون موجودة بالساحل واجتماع للغربي وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية وذلك كل الهطونات نوعا ما غزيرة ببعض الأحيان ومترافقة بالعواصف الرائدية هذه لحالة عدم الاستقرار والأجواء المعتدين للغير المستقرة تستمر معنا حتى منتصف هذه الأسبوع تبعث فرصة وغطول أثبارا من يوم الاسمين وتبلش الحرارة تثنيل الارتفاع بشكل طفيف تستقر الأجواء أيام الثلاثة والأربعة والخميش وتبدأ الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي تستمر نهاية إلى الأسبوع أعلى من معدلاتها قليل بأغلب المناطق والمدن وربما تكون بالمناطق السفقية والجزيرة والبادية أعلى من المعدل بيضح 2-3 درجات مقوية وأجواء خريفية معتدلة إلى أجواء خريفية عادية نهاية الأسبوع أجواء حارة نسيا بأغلب المناطق تقريبا لنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالأبناء العاصمة دمشق اليوم 29-20 23-15 القنامون 28-12 درعا 27-13 السويدة 25-15 المنطقة الوسطى 5-15 29-18 حتى كي منطقة الجزيرة 34-20 بساحل السوري بالعادية وطرطوس 32-22 تشمع الحلب 28-12 دير الزور الرقق المنطقة الشرقية 33-22 بالبادية السورية مدينة تنتمر 31-21 يجي الأجواء بهذا الفصل دائما منحذر من الصوقات الحرارية بين الليل والنهار ومنحذر من النشاط بسرعة الرياح والأجواء السليمية المغبرة والأجربة المسارة بسائل أرياح خاصة من المناطق الشرقية والبادية السورية أجواء الخريفية هي سيدة الموقف خلال هذا الأسبوع مع السمراء فرصة الفطول البطري حتى يوم منتصف هذا الأسبوع وأجواء مستقرة حتى نهايته تصبح حارة نسيا بشكل خاص لتكون الأجواء حارة نسيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية علم أن الهطولات البطرية كانت تميزة خلال اليومين الماضيين وكانت أكبر كمية هطول في محافظة اللازفية يوما بارح بلغت كمية بميدينة كسر 80 مليمتا شكرا أستاذ حسان الجردي لكل المعلومات التي ذكرتها وإن شاء الله دائماً وبرداً وسلاماً على سوريا الحبيبة ويكون هذا الطاقص خفيف علينا ومن الأجواء الطاقص هنروح للأجواء القانونية وحنضوي ضمن مساحتنا القانونية عن موضوع الشيك وعن موضوع سند الأمان اليوم عم نحكي عن أوراق الناس عم تضمن حقها من خلالها ولكن إلى طريقة قانونية معينة وفي فروقات اليوم لنقدر الشخص يحسل حقه من الطرف الآخر اليوم كيف نظر القانونية هذه للإجراء صحيحة يا رشال اليوم بتلاقي كثير من الأشخاص عم يوقعوا بأخطأ كثير كبيرة نتيجة يمكن عدم الوعي القانوني بالموضوع واليوم نحنا رح نضوي على موضوع جديد مشاهدين عن سند الأمانة أو الشيك لما نقول سند أمانة ووثيقة ممكن تضمن بشكل كثير كبير حقوق الناس وتحفظها شو الشياء اللي لازم تكون موجودة ضمن هيدا السند وشو في تفاصيل أكيد رح نتعرف عليها مع ضيفنا يلي سار مانا ضمن الاستوديو المحامي لؤي الموحد صباح الخير أهلا وسهلا أستاذ صباح الخير صباح الأمل بالبدايات والانطلاقات الجميلة أمين يا رب أهلا وسهلا أستاذ لؤي ودائما الأمل والبدايات الجميلة بتكون وقت نحنا قادرين نحفظ بحياتنا يعني اليوم القانون دائما نحن نقول وضع لحماية المواطنين ما بين الشيك وسند الأماني اليوم في فروقات ولكن خلينا بداية نتعرف من حضرتك شو هي سندات الأماني شو مفهومة وشو أنواعها تمام لا مو أنواع السندات نحن أنواع سندات تجارية بشكل عام وسند الأماني سند واحد سندات تجارية بشكل عام قد تكون عندنا سند سحب أو سند أمر أو يكون عندنا سند الأماني أو الشيك الاختلاف بينهم أنه اليوم سند السحب بيكون بين التجار وبيكون يعني بتوجيه من التاجر لشخص بأنه يسلم المبلغ لشخص آخر فهذا هو بشكل عام بتكون مسؤوليته مدنية مجزائية بيطالب فيه لهذا السند عن طريق دائرة التنفيذ فيه عندنا السند الأماني هو بيكون بين طرفين مسؤولية فيه جزائية سند الأماني هو بيكون غالبا بالواقع العملي هو عبارة عن دين للشخص ولكن بالقانون هو أنه أوضع مال لدى شخص آخر فبيكتب وبيتعهد بهذا الموضوع ممكن انطالب فيه أمان محاكم مدنية أو جزائية أو دائرة التنفيذ الشيك هو الشخص يعني كتب وتعهد وحرر بهذا السند بأنه بيملك مبلغ معين ضمن البنك فعطى له شخص آخر وفيه عندنا الطرف الثالث بضمن الشيك وهو المسحوب عليه هو البنك وبالتالي كمان هول نحن بتكون عندنا مسؤولية جزائية في حال عدم وجود رصيد طيب خلينا نخبر المشاهدين أكتر شو هو أكتر نوع من السند الأكتر شيوع والأكتر استخدام بين الناس خبرنا التاري الأكتر شيوع دائما هو سند الأماني يعني حالات كثيرة جدا هي سند الأماني السندات الأخرى وسندات الشيك بدون رصيد هي حالات قليلة فسند الأماني دائما هو الأكتر شيوع بكم ولكن اليوم أستاذ لأي عم تقول أنه سند الأماني هو الأضمن للشخص هو من ناحية أضمن من غير ناحية غير أضمن ولكن اليوم الشائع بين الناس وقتل بتقول له حولان أنه أنا عندي سندات أماني لشخص ما بيقلك ما في نفع منه أو حتروح محاكم طويلة أو بجوز ما يكون مع وقت فعلك بيقولوا دائما هذا الشائع بين الناس الورقة البيضاء اللي علي بصمة الشخص هي أقوى من سند الأماني قانونيا شو رأيك؟ بالبداية لا اختلاف بين الورقة البيضاء وسند الأماني الاختلاف الوحيد هو المبلغ فهي أنا اليوم لما أوقع على ورقة بيضاء طبعا كي كمان شائعات أنه أوقع على ورقة بيضاء وما لحي طلع من أمره شيء لا لا أنا أوقع على ورقة بيضاء اللي هي بمعنى أنه سند أماني فارغ من القيمة وفارغ من العلوان المختار بالتالي أنا موافق بالبصمة والتوقيع على أي شيء ممكن ينزكر على أي شيء ممكن ينزكر فممكن أنا يكون بيني وبين الأستاذة مثلاً 5 مليون هو يحط أنه المبلغ 200 مليون تمام؟ ممكن يحط لي موضوع الموطن المختار للناس كمان ما بتنتبه عليه موطن المختار يعني أنا هذا الموطن اللي بدي خبر فين محكمة ووافقت عليه وبصمت أنه تبلغني نعم فبيكون الوعد قاعد موجود ما عارف في أي شيء صدر بحقه حكم غيابي بالتالي أنت اليوم اللي ضريت نفسه ممكن الورقة تكون بيع لبيت لا تعقار إذا فارغة تماماً إذا فارغة تماماً فارغة تماماً ممكن تتعبع أي شيء بس في الحالة اللي احنا بنحكي على سند أماني فارغ هذا أما سند الفاضي طبع ممكن والأفاضي ممكن أي شيء ممكن اللي احنا نعبيه تماماً ممكن نشهد هي الأمور خلينا نحكي أستاذة لؤي عن طرق الإثبات بالنسبة للمستفيد من سند الأماني شو هي الطرق خبرنا أكتر تماماً هلأ بالبداية بيكون فيه شهود على سند الأماني ولكن مو دائماً الشهود هي بتفيد ليش؟ في عنا حالتين إحنا أما فينا الروح على القضاء على نمشي بالطريق الجزائي أو بالطريق المدني طيب الطريق الجزائي بتلجأ له الناس لأنه فيه عقوبة الحبس بالتالي هو يعني قوة أكثر ولكن إذا كان موضوع سند الأماني هو دين حقاً هو دين أو تعاملات تجارية ما فيني أنا روح على الموضوع الجزائي أنا حاصراً القانون بيخليني روح على القضاء المدني وأنا أطالب بمبلغ دين فقط دون أي عقوبة الحبس فبالتالي إذا نحنا كان فيه شهود وقاضي طلب الشهود وشهود شهده وقالوا أنه الموضوع هو عبارة عن دين ومو عبارة عن مبلغ نحط عند هذا الشخص لفترة معينة بدي رجالي أماني فلحنا رحنا أمام القضاء المدني نعم أما إذا كان الموضوع حقاً هو أماني وحقاً أجو الشهود شهده بهذا الأمر فلحنا أمام القضاء الجزائي طبعاً يعرض للغاقوبة لحنا القضاء الجزائي بنا نأثبت هذا الموضوع كافي إنه نحنا نقدم السنة بالقضاء الجزائي بتوجه له إنزار بعد الإنزار مدة مثلاً بتقوم ثلاثة أيام لعشر أيام غالباً هي ثلاثة أيام بالواقع إنه سدد هذا المبلغ على الموتن المختار المسكور بالسنة بجيه ما سدد بعدها نحنا نقدم إدعاء بيتم تحريك الدعوة وبيتم مطالبته بالقضاء الجزائي بمحكمة البدائج الجزائية طيب إستاذ له أي هاد إجراءات أو القانونية يعني أي حدا عنده سند أمانة ضد شخص آخر بروح بالخطوات اللي حكيتها أو بيتم التعامل قضائياً بشي اللي حكيته ولكن وقت اللي بيكون فيه الشيك هل اليوم فيه فروقات هل المحكمة تتغير هل إجراءات تقديم عن هذا الشيك يعني ممكن تتغير شو هي الإجراءات القانونية اللي نطالب يعني إحنا بهذا الشيك إجراءات المطالبة وإثبات حالة الشيك هي أقوى بكثير من إثبات حالة سند الأمانة يعني سند الأمانة ممكن إحنا إذا طالبنا فيه أمام دائرة التنفيذ وفي حال الشخص حضر أمام دائرة التنفيذ وقال إن سدقت المبلغ أو ما فيه فبالتالي إحنا لجأنا للقضاء وصلنا بموضوع أطول ولكن الشيك يحمل قوة أكبر بأنه يكفي إشعار من البنك بعدم وجود مؤونة كافية أو غير موجودة يعني بعدم وجود رصيد أو ما فيه رصيد كافي لكن هنا عقوبته كثير أكبر يعني على موجود رصيد تمام عقوبة أكبر وبالتالي الإثبات وعبئ الإثبات يعني هي نقول بصير الشكل اللي إحنا أغذينا من البنك أو الورقة اللي نبينه إنه ما فيه رصيد هي كاشفة للجريمة فمعد في داعي إحنا نفوت بموضوع الإثبات والشهود كافي بهذا منروح لنيابة العامة نيابة العامة بعدين منحرك الدعاء منروح إدام قاضي التحقيق قاضي التحقيق بيفصل فيها وتروح على بداية إجازة فلحنا صرنا هون أمام قوة أكبر إذا صح التعبير للسنة وإجراءات أسهل تماما يعني اليوم نحن حابين تستغل وجودك أكثر ونجاوب على كثير من تساؤلات اليوم المطروحة من الناس تساؤل بيقول في حال تم توقيع الشيك ولم يسلمه للمستفيد وتم الحصول عليه من المستفيد بطريقة ما هل هناك عقوبة على محرر الشيك؟ تماما هناك بعض الناس وعن حس النية توقع بهذا الخطأ أن هذا الشيء من حقي وأنا حصلت عليه لا أولا ما تم أي عمل في حال تم توقيع الشيك ولم يسلم للشخص فبالتالي لم يقوم أي شيء ولا يوجد أي حق لك هي عبارة عن ورقة لم تسلم في حال هل ما نشوف كيف حصل عليها على قد يكون حصل عليها بالاتفاق مثلا مع أحد الأشخاص عن طريق النشر بالطريق ممكن يكون حصل عليها بالقوة عن طريق مثلا خلع المكتب الموجود فيه دخل بالقوة هدد بالإسلاح أخذ منه الشيك فهون ما نشوف حصل بالطريقة اللي حصل عليها بالشيك أكيد مو بالطراضي لأنه بالأساس ما بدي يسلميها فحصل بالطريقة نحن هون أمام جرم جزائي فحصل على شيء ما هو إله بالأساس يعني هو يظن أنه أنا هذا الشيك إلي كونه مكتوب علي إسمي سأنت كيف حصلت عليه ممكن حطله مخدر وفتح الخزن وأخذه فحسب الحالات نحن هون نكون أمام جرم جزائي ويوصف الجرم ويحاقب عليه طيب أستاذ لوي حكينا بموضوع الشيك ونحن نشوفها هي شائعة جدا بين الناس أنه سندات الشيك بدون رصيد أو بدون رصيد غير كافي بالبن يوم عم نحكي بين شخصين يعني مسألة على المستوى الشخصي ولكن إذا انتقلنا لموضوع المؤسسات التجارية هل يتم رفع الدعوة بنفس الطريقة الشخصية؟ حلق بالبداية بنرجع لأنه بدنا أول شيء إشعار بنقي نعم قلنا إحنا ما في رصيد الأكان هو إذا كانت شركة لأي شركة عند الدولة موجود مدير فعلي المدير الفعلي الموجود نحن نحكي مع المدير الفعلي طبعا نحن نرفع المدير الفعلي نعم ويعاقب المدير الفعلي للشركة الموجود لدى الدولة والموجود لدى السجلات يعاقب وأيضا بين الشركة والمدير هناك مسؤولية تضامنية تقع عليهم دائما اليوم يمكن الشركات عندك كلها محاميين صحيح يعني الوقوع بهذا الخطأ يعني مبصر معنو خطأ جدا بسيط يعني هو مو خطأ هو متعمد بيكون بشركة بتكون مثلاً عم تشتغل بموضوع يجمع أموال أو كذا أو إلا بعمليات نصب ولكن أنه يكون خطأ حقيقي نادر الوقوع تمام خليني هكي بالخطأ عم نعطي نصائح سريعة لك الحد عم يتربعنا كلمان فعلاً ما يقع ضحية النصب والإحتيال وكلمان ما يتعرضوا لأي سندات اليوم فاضية أو مزورة خبرنا شوية نصائح حيلي لذلك بالبداية السند أنا الموطن المختار اللي بدي يكون موجود ما أحط موطن أي موطن عام لأنه هذا الموطن أنا اللي بيتولغ عليه إذا صار لا سمح الله أمر ما وبدأ تبلغني المحكمة نكتب بالسند الأماني التفصيل الهوية للطرفين وإضافة الرقم بيكون وأنا استلمت المبلغ نذكره كتابة ورقماً بدون ترك فراغات للإضافة لأنه في حال صار أي خلاف ولكن أخذ المشارع بهذا الموضوع إذا صار خلاف بيقضوا بالكتابة ومو بالأرقام بالإضافة لأني أبداً ما أحط أي بصمة على سند فارق سواء كان ورأة بيضاء أو سند أمانة فارق لأن هذا الموضوع بيحملنا كثير من الأمور والأتعاب الكبير بالإضافة أنه منوجه نصيحة للجميع يكون سند الأمانة أمام كاتب المحكمة وبالتالي نحن ضمننا حقاً بالختام كنت معنا المحامي لؤية الموحدة شكراً لك ولكل النصائح القانونية التي قدمتها بصباحنا غير لليوم أهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم شكراً أستاذ لؤية حضوركم وشكراً لجهودكم للإضاءة على الأمور القانونية أهلاً سهلاً واجبنا أما نحن كمين بباقي فقراتنا الصباحية وقبل ما ننتقل إلا نستعبل آخر ضيوفنا لليوم خلونا نروح ضمن تقريرنا لمحافظة ترطوس وبهدف تقديم الخدمات الطبية المرجانية افتتح المخيم الطبي الصيدلي الحواري التطوعي الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في بلدة سبا بريفي صافيتة بمحافظة ترطوس بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا في مختلف الاختصاصات الطبية باقي التفاصيل ضمن التقرير التالي بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية افتتح المخيم الطبي الصيدلاني الحواري التطوعي الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في بلدة سبا بريفي صافيتة بمحافظة ترطوس بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من مختلف الاختصاصات الطبية كل هذه المخيمات الطبية التطوعية الصيدلانية الهدف الأساسي منها والغرض الرئيسي هو تقديم الرعاية الصحية والطباب المجانية للأرياف النائية والفقيرة وتقديم الأدوية المجانية بشكل مجاني لجميع المراجعين لهذه المخيمات هذه المخيمات يشارك فيها عدد كبير من طلبت الدراسات العليا في مرحلة الاختصاص الماجستير والدكتوراه من مشفى تشرين الجامعي بكافة الاختصاصات الطبية في مرضى كثير عم نفحص ناس من مختلف المناطق هون من صافيته وخارج صافيته وريفه وعم نحاول نقدم الخدمات الطبية المتوفرة وقدر الإمكان جينا لهون بحركة تطوعية مجموعة من الأطباء بمكافة الاختصاصات جينا له نقدم مساعدة لأبناء القرى الموجودة هون من خلال الفحص من خلال تقديم أدوية فكرة رائعة جدا لأنه وفروا علينا وقت وفروا علينا مسافات وفروا علينا ثمن أدوي مسؤولو المحافظة اطلعوا على أغسام وعيادات المخيم والخدمات الطبية المتنوعة المقدمة للأهالي هذه المبادرة تخفف على أخوتنا المواطنين ولسيما في المناطق البعيدة عن مراكز المدن يقدم لهم خدمات طبية وصحية مجانية بما فيه الدواء المجاني طبعا هذه المبادرة للاتحاد الوطني لطلبة سوريا تتم بالتنسيق مع كوادر المحافظة سواء كان موديدة الصحة ومحافظة الترطوس بشكل عام أكيد هذه المبادرة مهمة جدا ويجب أن نعمل على تكريس هذه المبادرات بشكل دوري وتكرارها على مدار السنة المخيم الطبي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية بشكل مجاني لأهالي بلدة سبا والقرى المجاورة لها بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في الأرياف البعيدة ولتكريس ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ويستمر لمدة أسبوع محمد حسن الإخبارية السورية ترطوس وصلنا معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي مع فقرة محببة لكل الصبايا والسيدات ضمن هذه الفقرة رح نحكي عن الأكسسوارات التي هي الأساس عن إطلالة الصبية التي تتميز وتزين الإطلالة اليوم واليوم هناك الكثير من مشاريع الهاند ميد ومشاريع الأكسسوارات التي تتميز فيهم الصبايا ومترك بصمة خاصة فيها وضيفتنا اليوم بلشت مشروعها بكل حب يا رشا أكيد هاديو دائما وقتل منذكر المشروع والحب نعرف نجاح أي مشروع لأي سيدة لأي صبية هو أساس الحب لهاي القصة اليوم شدنا ولادة مشاريع جدا جميلة بأسنوات السابقة كانت كفيلة لتعيل أسر كثيرة وكانت كفيلة لحتى تكون الصبية أيضا معيلة لنفسها لتبلش هذا المشروع ويبلش يدبر شوي شوي هل روح لعنك ضيفتنا لليوم اللي جاي من ترطوس كنا بتقرير عن ترطوس وضيفتنا الأخيرة أيضا من محافظة ترطوس وهي الصبية ليليانا عدنان أسعد صباح الخير نسات صباح كيف ترطوس نيحا صباح خير صباح نور رطوبة دائما بأولوك تماما أهل الساحرة دائما وجود رطوبة هملا سلامتك الله يسلامك أهلا سلامتك سهلا بكي ليليانا عم نحكي عن مشروع الأكسسوارات اليوم خلينا نخبر المشاهدين ونعرف المشاهدين ليليانا أمت بلشت لي مشروعا بداية نعرف عن حالي أنا ليليانا أسعدة أمري 25 سنة دارسة إدف فرنسي اجيت من ترطوس حتى ضوي على مشروع الهاندمين من خلال قناتكم بلش مشروع الهاندمين من ثلاث سنين ونوص تقريبا طبعا هذا المشروع كان شغف لما كنت صغيرة واتطور مع الأيام والسنين طيب اليوم وقت تمسكي هاي القطعة وبدك تبلش يعني فيه أصول أو فيه محبة عم تقولي من زمان أنا بحب هاي القصة يعني حدا علامك إياها ها هاي اجتهاءات شخصية يعني اجتهاءات شخصية وشغف لما كنت صغيرة كنت دائما نجيب عالب الخراز وساوي أقدر أصنع أسوار أو تنزعي لأمك شو عن ضعرات كالعادة تفري لاشياء عن الكنزة أيوم أقدر أصنع أسوار وتطلع معي إنه في شيء نعم أصنعه إلي أنا تمام اليوم يمكن كل صبية بتعتمد خط معين بالإكسسوارات اليوم ضمن مشروعك من وي ممكن تستوحي أفكارك أو شو هو النمط هاي اللي بتتبعيه اليوم ضمن مشروعك هلأ اليوم السوشيال ميديا كتير بتعلمنا قصاص وكتير بتخلينا نتطور بخصوص مجال الهاند ميد دائما أنا بعتمد على الإكسسوار اللي بيخص البولمير والكريستال اللي هو مستهلك بشكل يومي لحتى تقدر تلبسه الصبية وتستعمله بالحياة العملية فدائما أغلب القصص تكون بعيدة عن المعادين عن القصص المطلية دائما في خراز وفي أنواع الخراز بشكل عام يعني اليوم اللي أنا عم تروح للقصص اللي دائما كل صبية مطلوبة وهدول القطع نحن نشوفهم موجودين بخزانة كل صبيلات اللي اللي معنا كيف نحسن صحيح تأكيد حلين ألوانهم بس ليليانا مانا لابسي لا اليوم عني لابسي بس لابسي من أسمك ايه تبصيل الأسماء كمان طيب اليوم نحكي عن مراحل عمل هدول القطع بتبلش فيهم يعني أدي بيأخذوا وقت أدي بيأخذوا جهد منك اليوم أول قطعة مو متل يعني الشغلتيا مو متل اليوم بالوقت والجهد أكيد يعني طبعا هلا بداية كأول فترة علمت فيها بدي كون عندي وقت شوي مثلا بدي أخذ وقت المنيح لحتى بلش بساعة ساعتين لحتى قدر أصنع أسواره لحتى شوف أنا شو بيطلع معي بس مع مرور الوقت صارت خلص كل شي بيمرق بسرعة يعني تشتغل أسرع من قبل تمام وهون كمان خلينا نحكي عن هدول السناصل كمان نحكي هالألوان اليوم مكفولة وقد بيأخذوا معك وقت اليوم بشغلا وقد دي كمان هنو مطلوبين المصطبايا هلا بخصوص الجنازير والقصص اللي بتمين دائما للشغلات الدهبية بالمناسبات أغلب الصبايا بتطلب هاي الأقطع بيكون عندها مناسبات غير اللي بتطلب قصص الخرز والكريستال للحياة العملية وهدول كتير تريند وكتير مطلوبين دائما في ناس بتحب تلبس أكسسوار أكتر من الدهب فبتستهلك هدول وألوان مكفولة ألوان مكفولة طبعا الفارفان ممنوع وخصوصا إن احنا بمنطقة ساحلية فأنه شوي يعني رطوبة كتير كتير فرطوبة صح حتى اليوم الأشخاص اللي بيحبوا الشي ناعم يعني جاي بشي في ناس شغلات ناعمة حالة حبت هات يعني بتحب هدول قصص كتير في ناس كتير بتروح لهدول القصص حتى هدول يعني اليوم تسويقيا قدل بنعط بتحبوا بيحبوا يعني بس بجوز بيحبوا الطاقم يكون كامل صح اي هلا حسب كمان كل حدا وإلو زوق بالحياة في ناس ما بتلبس إلا طاقم كامل وفي ناس بتحب هي تطبق من خلال انه الستانداد تاخد كزا قطعه وتشوف كيف بيطلعوا سواء تمام اليوم ببداية مشروع كل شبق وصبية ممكن يخافوا من ردات فعل الناس من الانتقادات من الصعوبات اللي ممكن تواجهوا اليانا ببداية مشروعك ذكرتي انك بلجتي من ثلاث سنين الى هلا بداية مشروع كان في صعوبات او تحديات واجهتك وكيف قدرت تتغلب عليهم هلا ببداية مشروع دائما في صعوبات والأهم شي انه ما نعطي سمعنى للناس اللي السلبية اللي بتقولك انتي ما رح تقدري توصلي ما عندك شغاف انه في متل شغلك كتير بس الاهم انتكون يمؤمن بحالك وانتي كون عندك طموح وشغف انه انت بتقدري توصلي لالشي اللي بديك يا حتى اليوم شروف يعني انا هدول انتي حبيت سواء انا حبيت لأ طبقت مو الأسوارة يعني مع انه هي انت مشتنون نفس الالوان اي بس انهم نروح بعضهم يعني سنصال هذا اليوم كتير غريب يعني كفكرة ويمكن الالوان ما كتير الوريان كزالون يعني اكيد هذا اليوم بديت الصبية بديت تعرف شو تلبس معه يعني شو بديت تلبس معه وصوله السادة اي بيكون دائما سادة لانه داخله كزالون ببديت اعتمد على تيشرت السادة هلننشوف عليك هلننشوف على اسوات كيف ممكن يطلع بيحرك بيعمل حركة يعني ما بيعمل عجرة او هيك يعني هو مخلط بكزالون فاجباري التيشرت لازم تكون سادة لحتى تقدري تلبسيه بما انه ذكرنا هاي القصة اليوم لليانا اكيد نحنا نعرف انه بكل فصل اكيد فيه اكسسوارات بتكون درجة وكمان بكل مناسبة الصبية اذا بتتروع الجامعة او عندها مناسبة او سهرة معينة كمان الاكسسوارات بتفرق وتلعب دور وممكن اضع كتير بسيطة نحنا نحط له اكسسوارات وفعلا تعطي جو السهرة خبرينا اكتر قدي مهم اليوم نحنا نلبي اكسسواراتنا مع المناسبة اللي عندنا هلا اول شي بالنسبة للحياة العملية في كتير صبايا بتطلب قصص الاساور اللي بتكون باختصاصي انا بالبولمير والخرز الكريستال بتقلك انه انا بدي شي عملي دائما ما بدي شي انه يقطع او يروح لونا او كذا طبعا هدول الناس غير اللي بيطلبوا شغلات للمناسبات لما تتزيني بالاكسسوار بيكون عندك مناسبة بتلبسي شي كتير سادة تحب تزيني بشي بلقيني بشي من الاكسسوار يعني هيك بصير متزين الفستان بشي من الاكسسوار يكسر يكسر النمط الطبع السادة يعطينا هيك شي تاني حكيت هايدي انه اليوم انتي قمتش تغلي بالاسما ايضا يعني السنصال برقبتك شغلك حلوة الاسهار السناصل بمطلوبة يكون عليها مكتوب اسم الشخص يعني احيانا واحد يوسى عليه التوصية يعني بس هو كلون يعني دائما بنخاف من اللون هلا انا دائما بقول الاكسسوار ما عنودها يعني دائما فيه قصص بتحل فانتي بقى كيف تقدر تحافظك انتي بقى كيف تقدر تحافظك انتي بقى كيف تقدر تحافظك على الاطعاء يعني هلا انتلك نحنا قبل بمنطقة ساحلية ما عنك قادرة تلبسي السنسال وتطلعي وكتير شوب وكتير طوب فممكن يروح اللون طب هذي الطبقة تبعت المطلب الماء الدهاء او لا تبع المنكر الشفافي دائما بيقول انه اعطيها طبقة ايه بتجي بتحافظ علي اكتر بس هلا فيه سناس اللي بلاكسي بتكون نوعا ما منيحة بس هلا دارج سناس المعدن اللي هو بيعطيك دائما هيكلو كأنه مثل الدهاء خلينا نحكي عن جانب السوشيل ميديا اليوم اللي هو بشي داك لحثات سوقي لشغلك من خلاله قادرين اللي عم يتبعوك انه شوفوا الشغلة كيف عم يكون خبرين اكتر اكتر الميديا اليوم عم تساعد اي صبية او اي شاب عندهم مشروع عم نقدر نحط افكارنا نعرض افكارنا كمان طريقة التصوير كتير بتلعب دول انك انت تقدر تصور المخدة او الستاندات بطريقة انك تعرض القطع بشكل اوضع تطيحة نشان اذا بده اي صبية اياهن على الواقع تعرف انه هاي الشي نفسه تماما بالواقع كمان السوشيل ميديا بتقدر تساعدنا للمشاريع الهاند ميديا اللي ما عندهم هلا بفكرة انه نفتحوا محلات كتير بتساعد بتخلي الناس تعرفك اكتر طب ليلي انا اه شاركتي بمعراض ببازار يعني اخد كنتي بزيارة لهي قصص اي تقريبا حبيتي اي كتير حبيت هلا البازارات بتعطيني كتير خبرة اكتر بكون في بنات متل شغلة بتقدر بتكسبي خبرة من صبية لصبية بتعطيون يمكن كمان انت طبع من هون بياخدوا خبرة مني بكون قريبة من الصبية اكتر بتجي بتشوف القطع على الواقع وتصير بتطبق اكتر على الواقع وهيك بتصير بتعرفي اكتر بالمجال يعني بتفوتي بالمجال لسه اكتر وكل مشروع اليوم يمكن هو رشا بحاجة لدعم ان كان من الاهل او الاشخاص يلي حوالي خبرينا ليليانا ببداية مشروعك الهلا مين هنه الاشخاص الداعي مين اليك هلا بالبداية دعم الاول اللي هني اهلي او بعدين من رفقاتي المجتمع اللي حواليك لما بيشتروا منك رفقاتيك بتحسين انه هن اللي اللي عم يشجعوك دائما اللي حط تطوري من شغلك الصبية اللي بتاخدن عندي اول مرة بترجع بتكرر مرة واثنين فهي كمان عم تدعمني معنات اسعارك حلوة يليانا دائما اليوم بيعانوا الشباب والصباية اللي عمشتغلوا بالمشاريع اللي دوية بيقلوا لك انه نحنا احيانا الاطعب تكون غالية عنا او منبيعة بسعر غالية لانه المواد الاولية اللي هي اللي عم نجربة هي بالاصل غالية فاليوم نحنا بطير مهم الراعي الفروس عند الناس ونحنا اليوم متورجين لطبق الصبايا يعني فكلما كانت اسعارك حلوة كلما حدا اخذ بسان كمية اكبار الاسعار بشكل عام يعني بهذا المشروع خلاص المردود بيكون شي بسيط كأول بدايتك عم بتتعاني من الغلاء المواد الاولية ايه اكيدة طبعا هلا السنة الماضية مانا متل هاي السنة دائما القطاع كل يوم عم تصير اغلا ففي شوية صعوبة بهذه الأمور الصبايا مراح يقدروا احيانا ان هاي القطاع انتي مكلفتك وربحك فيها فدائما بيستغلوه فانا عم حاول بوازن بين هذول الاسطين تمام حتى هذول حلوين لليانا ما نسيت الاطفال تماما سايموا للاطفال الناهاي حبيتها حلوة للاطفال هذول لأطلاب المدارس الابتدائي حتى هذول المحصة اليوم بصباحنا لليوم خلينا نحكي اليوم لأي حدا لأي صبيه اليوم تبلش هذا المشروع وخايفة عندها صعوبات خايفة من محيط من النقص المادي اليوم شو بتقلي لليانا لأي صبيه حابة ان تبلش بمشروع هاند ميل بإمكان بإكسسوار أو بغير الإكسسوار تتشجع وتبلش من جديد لأنه بالنهاية ما في أحلى من الصبيه اللي بتقدر تعتمد على حاله وبهي الظروف الحياة لازم لوحدة تستند على حاله تدعم أهله تدعم حياته زوجية لكون في حياة مشتركة فانه الأفضل أنه أي صبيه تشتغل على حاله أكتر تقامن بحاله تعرف أنه بتقدر هي قد ما كان في صعوبة فأنت بتقدر ما دام عندك شرق لليانا نحنا دخلين هلأ على الشتوية شو هي أكتر الألوان يلي ممكن تلبق اليوم وتكون درجة وبشكل عام قدرتك وقت لحتى تنجزيل أطعب كم أطعب اليوم بتساوي هلأ بشكل عام الألوان بتختلف من فصل لفصل يعني ألوان الصيف رح تكون مختلفة عن ألوان الشيتي فبموضوع الألوان هلأ جاينا على خريف بناخد الألوان الهادية مثل ما شفتين لي معيك البيج شايفة أنا عم أختار لك القصص العنجد ملفتة يعني هذون اللونين هكت خريفيين ناعمين غير ألوان الصيف اللي بيجي الأورانج الفائر مثلا الأخضر الفوشي أما بالشتوية بتصير بالنبيتي بدم الغازال هيك شوي شوي بتتغمع الألوان نعم وحيانا حسب ما بتدعي الصبية هنا طبعا حسب بق الصبية شو حافة ليليانا نبسطنا بموجودك معنا كثير من خلالك بدنا نمعت هيك تحيي لكل أهلين بطرطوس يعني وشكرا لحضورك اليوم نتمنى هذا النشروع يكبر نشوف اسمك هكذا وتبلج تكبري بمحل يكون عندي شي هيك خاص لإلك شكرا لكم وأنا بدي أتشكركم على الاستضافة الحلوة أتشكر قناتكم الإخبارية أهلا وسهلا فيك كنت معنا ليليانا عدنان أسعد شكرا إليك وأكيد أتمنى لك كل التوفيق والنجاح بأيامك القاتمة أهلا وسهلا فيك شكرا لك يا هايدي أيضا شكرا يا رشادك العافية الله يعافيك يا رب أتمنى لك يوم حلو يا هايدي وأكيد كل أشكر للكادر الفني اللي رفعنا بالكنترول يومكم حلو مشاهدينا تكفو مع كل الأشخاص الإيجابين بحياتكم المحبين والصادقين لقونا بكرة من هلالا وقتا كونوا بألف خير باي باي أكيد موعدنا بكرة بتجدد معكم مشاهدينا أكيد ضيوف جدد وفقرات جديدة ومن صمحنا غير بقية تنهار حلو لكم يحملكون كل شي بتتمنوا وتقضوا برفقة كل الأشخاص يلي بتحبوها من هلالا بكرة تبقوا بألف خير وصحة باي باي